الموضع الخامس المبدو بهمزة لاحظوا معي الفعل الثلاثي الماضي أتى اتفقت معكم سابقا على أن إذا بنينا فعل الأمر منه فإننا نأتي بهمزة وصل لأن فعل الأمر من الثلاثي في أوله همزة وصل فيكون بهذا الشكل أتى إئتي طبعا تحذف الياء لأنه مبني على حذف حرف العلة إئتي وإذا بنيت فعل الأمر من أبا فإنك تقول إئ با بهمزة وصل كما ترون وإذا بنيت فعل الأمر من أسفة فإنك تقول إئ سف إئ سف بهمزة وصل ومن أمينة أمينة تقول إئ من إئ من بهذا الشكل لذلك الهمزة هنا همزة وصل وهمزة الوصل هذه التي هي في فعل الأمر من الفعل الثلاثي في نحو إئتي وأب وإئسف وإئمن يتعلق بها موضع من مواضع الحذف ونريد أن نتعرف على هذا الموضع هذا الموضع هو أن يأتي قبل أحد هذه الأفعال هنا في فعل الأمر أن يأتي قبلها واو أو يأتي قبلها فا إذن إذا سبق فعل الأمر لأن عندي همزة وصل وبعدها همزة ساكنة كما ترون وأتى قبلها واو وفا فكانت بالشكل الآتي وا ائت فا ائت لاحظوا الآن لاحظوا الآن شروط الحذف أتت الواو والفا قبل هذه الهمزة قبل هذه الهمزة وهي همزة وصل لاحظوا معي همزة وصل وجاءت بعدها هذه الهمزة ساكنة إذن أتت همزة الوصل بين الفا أو الواو وبين همزة ساكنة وعند اجتماع هذين الشرطين وقوع همزة الوصل بين الواو والفا من ناحية وبين همزة ساكنة من ناحية أخرى فإن الحكم الآن أن تحذف تحذف هذه الهمزة فستكتب بهذا الشكل إذن عندنا تحذف وسيأتي تغيير آخر سترونها الآن إن شاء الله تعالى تكتب الكلمة بهذا الشكل ها واتي فأتي إذن نحن قمنا بحذف همزة الوصل وقمنا أيضا بتحويل كتابة الهمزة الساكنة التي بعد همزة الوصل حولناها من همزة مكتوبة على نبرة وعلى كرسي أو على يا إلى همزة مكتوبة على ألف كما ترون إذن وجد عندي عدة أمور أتت الوا والفا وبعدها همزة وصل وبعد همزة الوصل همزة ساكنة فقمنا بتغييرين التغيير الأول حذف همزة الوصل وهو موضوع هذا الدرس الأمر الثاني حولت الهمزة الثانية من همزة على يا أو نبرة أو كرسي إلى همزة على ألف كما ترون لذلك الآن لو أدخلنا الوا على فعل الأمر إئبا سنقول وأبا مباشرة وإذا أدخلنا الفا سنقول فأبا مباشرة وإذا أدخلنا الوا على الفعل إئسف سنقول وأ سف ونقول فأ سف وهكذا كانت هذه خمسة مواضع تحذف فيها خمسة مواضع تحذف فيها همزة الوصل كما ترون وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مواضع حذف همزة الوصل ونلتقي مجددا في درس آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر